وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين جميع الوحدات التابعة لوزارة الداخلية لتوحيد المعلومة وتسهيل مهمها في الحد من الجرائم قبل وقوعها وتسريع تبادل المعلومات الأمنية وأكد خلال لقائه مع قيادة وزارة الداخلية الأوضاع الأمنية في المحافظات المحررة على ضرورة مضاعفة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار وتفعيل أقسام الشرطة في عموم المحافظات للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن وقال رئيس الوزراء أمامكم اليوم مهام جسيمة تتمثل في حفظ الأمن وسلامة المواطن فالأمن هو أساس أي تنمية واستثمار وإذا حافظنا على أمننا واستقرارنا فإننا سنتغلب على كل الصعوبات والعوائق التي تقف أمامنا وأشار إلى أن الحكومة بذلت كل الجهود لصرف مرتبات منتسب وزارة الداخلية وبمتابعة حثيثة وبتوجيهة من رئيس الجمهورية صرفت وزارة المالية مرتبات جميع الوحدات العسكرية والأمنية في جميع المناطق العسكرية اشتركوا في القناة